شو مصير البيض اللي سمح الله بتعرض للكسر قبل وضعه بالفقاسة او بعد وضعه بالفقاسة. وشو الحلول اللازمة ومتى لازم نتخلص منه. خليني اسمعي المقطع اهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالجميع. معكم استيف تربية الحيوانات والطيور. في بعض اشخاص بتعرضوا بتعرض البيض للكسر قبل وضعه بالفقاسة او بعد وضعه داخل الفقاسة. وشو مصيره هذا البيض وكيف نتعامل معه. هل ممكن انه ينجح؟ وكمية نسبة النجاح كام؟ خلينا نسمع المقطع معكم. اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوني من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس لكل انسان مهتم في تربية الطير والحيوانات. واهلا وسهلا فيكم. اه طبعا متعرض كتير اه اه وانا منهم كمان ام بعض احيان بتوقع البيضة من ايدي لسبب ما اه بكون مش مركز سواء كان بالفقاسة قبل او بعد. يعني قبل وضعها بتكون طازجة او بتكون داخل الفقاسة ومتكون فيها جنين. عنا هون هاي البيضة للاسف فيها شرخ هي هاي ما لسه ما وضعتها بالفقاسة. وانا بلم البيض من تحت اه البيضة هاي كان فيها شرخ. او صار فيها شرخ انا السبب فيه بصراحة. اه كسر مش شرخ صار فيها كسر بسيط. وهون شرخ. يعني عنا نوعين من البيض واحدة شرخ واحدة كسر. الشق يعني الشرخ اللي هو الشق اللي بيحصل بالبيضة. هون البيض هاد ما ما صرب عندي اي نوع من السوائل خارج القشرة. طرما انه البيض ما صرب اي نوع من السوائل خارج القشرة. ممكن ان شاء الله معالجته بشغلة بسيطة. واما نسبة الفقاس راح تكون ان شاء الله يعني فوق الخمس وستين بالمية. زي ما انتم شايفين هون فيه شرخ بالبيضة هاي. واما البيضة التانية فيها كسر. راح يتم معالجتهم. وليش نستخدم اللاصق الشفاف. لازم لاصق شفاف. بحيط لو صار تسريب تاني داخل البيضة. داخل الفقاسة او الحضانة البيض. اقدر الاحظه واشوفه واعذر البيضة نهائي. اي تسريب من البيض مهما كانت كميته ان شاء الله نقطة صغيرة يعتبر هذا البيض لا يصلح للفقاس. لا يصلح نهائي. اذا صرب اي سوائل سواء جبل البيض جبل وضع بالحضانة او بعد اه طبعا بعد الكسر اللي حصل او الشرخ لازم اه ما ما ينفع ينحط بالحضانة. اذا كان طازج وانكسر معاك وصرب سائل تقدر تستخدمه للاكل. اما اذا كان اه حططه بالفقاسة وبعدين انكسر معاك وصمح الله صرب سائل لا يصلح للاكل. زي ما انتم شايفين هون علجنا البيضة عن طريق تغطية الكسر البسيط دون تسريب سوائل باللاسق الشفاف مكان الكسر فقط. هديك البيضة لسه ما حطناها بالفقاسة. اما عن تجربتي انا عملت هاي التجربة قبل هيك في دورات نكسروا معاي بيضة او بطين. في منهم تلات بيضات الحمد لله نجحوا معاي. بعدة دورات يعني مش بدورة واحدة ممكن يكسر معاي بالدورة بيضة او بطين. بس في بيض بيكون سليم مع الكسر شريخ بسيط او كسر دون تسريب سوائل. وفعلا اه تم معالجة حوالي تلات بيضات منهم. وفقسوا امورهم طبيعية وكبروا هسا ببيضوا عندي كمان. منهم بطة ومنهم دجاج. فانت ان شاء الله طبعا في ناس بتجيب بيض غالي بيكون بيض براهمة بيض الماني بيض باكستاني. فالحرام اذا ممكن انقاضه اه انت ممكن تكسبه بهالطريقة هاي. اذا صار فيه كسر بسيط او شرخ بتغطي الشرخ او الكسر بلاصق شفاف. اللاصق الشفاف نستخدمه عشان لو حدس اي تصريب داخل الحضانة او الفقاسة نقدر نلاحظه من خلف اللاصق الشفاف. ونعزل هاي البيضة اللي بتعاني من تصريب سوائل. ان شاء الله انه ما بصير لانه كل ما البيضة ما سربت سوائل وحطيتها بالفقاسة راح تزانج يعني يصير فيها النمو للجنين وراح يتقل فيها السوائل تتقل فيها وصير اصعب تصريبها من البيضة. فممكن تنجح ان شاء الله بنسبة بخمس وستين بالمية اذا استخدمت الطرق اللي احنا بنحكي لك عنها. اه وبرجع وبكرر اذا استمت تسريب اي سوائل منها سواء قبل الوضحة بالحضانة او بعد هي لا تصلح للفقاس. ممكن تصلح للاكل اذا كانت طازجة بنفس اليوم. ان شاء الله كنت فهمتوا علينا واستفدتم من هالمعلومات. ولازم تتعامل مع البيض بطريقة كتير حضرة اثناء وجوده البيض المكسور داخل الفقاسة. شكرا لكم اعطيكم العافية. ما تنسونا من اللايك والاشتراك. تسلموا يا رب. اشتركوا في القناة.